بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الاغتيالات هذا سلاح الطغوط الفعال بيحدد الخطر وبعد كده بيتخلص من الشخص الخطر وبيلفق له طهم ماشي بيشواه ماشي بيشيطانه ماشي ما بيقولش الحقيقة طبعا لان الطغوط مش هيقتل الا رجل صالح لان الطغوط بطبيعته انه هو مجرم هيكون عدوه مين هيكون عدوه رجل صالح فهيقول ايه هيقول انا بقتله عشان هو رجل صالح مش هينفع فبيضطر انه هو يشيطانه بيضطر انه هو يختلق عليه الاكاذيب وبعد كده يقوم بعملية الاغتيال ومرات كثيرة او قل اكثر المرات الاغتيالات دي محدش عارف مين هو الفاعل وما تمسك لهاش فاعل لحد الوقتي على فكرة مش مهاردة الانبياء هم اكثر الضحايا في موضوع الاغتيالات دي لما تشوف النسبة والتناسب انت لما ترجع من عهد فرعون هتلاقي كان عايز يقتل سيدنا موسى عيانا بيانا جهارا هكذا لان كان عنده قوة لكن لما تيجي تقارن مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محدش اعلن المسألة دي لان سيدنا محمد كان عنده قبلته تحميه وعمه كان بيحميه لكن كانوا بيدبرون له المكائد عشان يقتلوه ايه يقتلوه محدش عارف القاتل او يقتلوه يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الى مؤامرات كثيرة لقتله لكن الله سبحانه وتعالى نجاه عشان تتم الرسالة الاغتيالات هذه يا ابو الشباب سيل من الاغتيالات اللي غيرت مجرى التاريخ وضيعت امم وضيعت حقوق لكن مفيش حاجة بتضيع عند الله سبحانه وتعالى فعند الله تلتق الخصوم ان شاء الله الاغتيالات في منها اللي نجح وفي منها اللي ما نجحش وفي منها القديم وفي منها الحديث فتلاقي مثلا من اللي نجح الاغتيال عليه سيدنا عمر وطبعا اعمال سيدنا عمر تتحدث عنه حتى الروافض المجوث مش قادرين ينكروها وهم طبعا وراء اغتيال سيدنا عمر ودي اعمل لها حلقة خاصة لاننا الوقت بكلمك بشكل عام على سياسة الاغتيالات مش على الاشخاص اللي تم اغتيالهم انما بكلمك على الاشخاص عشان اقول لك هذا تم اغتياله اغتالوا سيدنا عثمان وبعد كده اغتالوا سيدنا علي وحاولوا اغتيال سيدنا معاوية وفلت منها لانه كان حريص جدا وحاولوا اغتيال سيدنا عمر بن العاص وفلت منها لانه في اليوم ده كان عيانه ما خرجش للصلاة وخرج واحد غيره وبعد كده اعتقد اسمه خرجة حتى فيه مثلا بقولك اردت عمر واراد الله خارجه وبعد كده سيدنا علي رضي الله عنه يغتال بيد عدو الله ابن ملجم وبعد كده الحسن ابن علي يدس له السم والمجوس بيقولوا اكاذيب في الموضوع ده وبعد كده سيدنا الحسين يتم استدراجه برسائل كافبة ويقولوله تعالى الى هنا الى العراق الى الكوفة احنا هننصرك وان ما قتلناش احنا هنجيلك وكان هو حريص على حرمة المدينة وبعد كده يستدرجه عبيد الله ابن زياد هناك وبعد كده يقتله هناك ليه قصة برضو هبقى احكيالك لان انا بكلمك الوقتي بشكل عام وبعد كده تيجي تلاقي الزبير يوم الجمل لما لقى ان الجنود ما بيسمعوش الكلام والامر انفلت والسيطرة انفلتت حب ان هو يخرج من الموضوع عشان يبرأ الى الله من الفوضى دي اللي حصل تبعه رجل فقتلوا دي قتلوا وهقولك في قصة الزوير لانه باختصار اصبح خطير كيف اصبح خطير لما تكلم على الموضوع ده هبقى اقولك التفاصيل قتلوا طلحة قتلوا كعب بن سور وكعب بن سور هذا شخصية زكية جدا وشخصية رائعة جدا وانسان كان خطير جدا على الاعداء وكان ممكن يغير مجرى التاريخ لو ان الناس استمعوا له فالعدو انتبه اليه فقتلوا خد بالك ان كعب بن سور كان في كان يعني تقريبا في الحياد لكنه محسوب على جيش معاوية ومش معنى كده ان جيش علي قتلوا اذا هم كده يعني متعونين او متأمرين او كده لا الخونا كانوا في جيش معاوية والخونا كمان كانوا في جيش سيدنا علي يعني كان المنافقين مقسمين نفسهم في الصفين وكده هبقى احكي لك على الحكاية ان شاء الله بدقة لما اجيلها فقولك كعب بن سور ده لوحده كان يعني لو تركوه كان غير مجرى الامور كلها ولكن قدر الله ما شاء فعل فالاغتيالات شغالة بهذا الشكل تيجي تشوف الاغتيالات من اللي عمل الاغتيال ده سياسة عامة من اللي عمل الاغتيال مش هتلاقي من اللي عمل الاغتيال الا ما ندر يعني اللي قتل سيدنا علي معروف اللي قتل خارجة على انه هو عمر بن العاص معروف اللي حاول اغتيال معاوية معروف لكن هتيجي مثلا تشوف المحاولات اللي على النبي صلى الله عليه وسلم مش هتقدر تمسكها لكن رأس الكفر ابو جهل كان وراه حاجات كتير منها لكن طبعا كان بيتسطر عشان ما يستفزش بني هاشم وما تيجي تشوف من اغتل سيدنا عمر تلقى برضو معروف فاللي بيقوم بعملية الاغتيال في مجتمع قوي والادارة قوية والادارة مخلصة بتلاقيه بيتمسك وبيتحقق معاه وبيتعرفه كده لكن اللي بيعمل عملية الاغتيالات في الفوضى وفي المعارك وفي السر ده ما كانش بيتمسك على فكرة مش في الصفوف المسلمين بس انت لما تيجي تشوف مثلا جون كيندي اغتلوه وجون كيندي لما اغتلوه لحد النهاردة ما يعرفوش مين من القاتل الحقيقي له وهم ما امسكوا بالقاتل لكن ارسلوا رجل قاتل قاتل جون كيندي عشان يداري على العصابة الحقيقية اللي حركت الناس دي يتوراه لما تيجي تشوف مثلا قتل اخوه روبرت كيندي يا راجل مش جون كيندي روبرت كيندي بس ده بسموه في امريكا العائلة المنكوبة زي ما قلت لكم قبل كده اخرها من حوالي اعتقد كم شهر كده كان طفل صغير يعني مش طفل يعتبر داخل على مرحلة مراقة وكان من عائلة كيندي دي يبدو ان هما يعني ادركوا ان الودة هيكون عقبة في المستقبل دخل بالقالب غرقوه ومحدش عارف عنه حاجة تاني فشوف هما عندهم دقة اديه يعني حتى بينظروا اللي هيعكسهم في المستقبل لما تيجي تخش في السلاطين الدول العثمانية تلاقي فيه سلطان خنقوه في قلب القصر بتاعه فين حرسوا فين مراتوا فين مش عارفين شوف وصله لحد فين وتيجي كمان تشوف مثلا سلطان زي محمد الفاتح على قدر يعني حنكته العسكرية الا ان الطبيب بتاعه استطاع ان هو يدس له السم ودي هكلمك عليها ان شاء الله برضو اما تيجي تشوف مثلا سلطان عبد العزيز عزلوه وبعدين متحد باشا قتلوه وبعدين متحد باشا ده كان رجل من كبار رؤوس الافاعي فخدوه بعد ذلك من يد السلطان عبد الحميد اللي فتح التحقيقات بعدها بفضل طويلة وكاد ان هو يفضح الدنيا لكن يبدو ان متحد باشا ما تكلمشي وتحكم عليه بالاعدام وكان عنده عود وكده هكلمك على القصة برضو الخلاصة ودوه الطائف وفي الطائف انك تخلصوا منه بشكل او باخر باتفاقات وامور مع السلطان هقولك ان شاء الله على الامور دي تلاحقا في القصة بتاعته هتيجي مثلا تلاقي مين يعني السلطان عبد الحميد اللي عملوا عليه برضو اغتيال معنوي ما نفعشه والاغتيالات المعنوية دي بقى كتير وهتيجي مثلا تلاقي في مصر عباس حلم الاول عباس حلم التاني والدكتور مرسي وانور السلطان وان كان طبعا انور السلطان مش هحطه مع الناس دي لكن برضو انا بحطه من باب ايه انه تم اغتياله وقالوا انه هم كمان سمموا جمال عبد الناصر وانقلبوا على حسن مبارك ما كانوش محتاجين يقتالوا حسن مبارك لانه حسن مبارك كان منبطح والجيش المصري كان تحت سيطرة الامريكان يعني لم اعد احكي لك على الشخصيات اللي تم اغتيالها كثير بريسيفال في بريطانيا ومش هو بس ده فيه ناس كتير كمان في بريطانيا بس انا بكلمك ارتجالا الوقتي الحلقة مش محضر لها بما فيه الكثاية القلاصة هنتكلم ان شاء الله الفترة الجاية على عمليات الاغتيالات ولكن مش من باب الطرفيه السياسي لكن من باب ان انا عايزة وسع زهنك وتشوف الضرب من تحت الحزام والبكتيريا اللي نخرت في عمق الدولة والكوارس اللي جتنا من الطبور الخامس عملت ايه في الدولة خليني اكتفي بهذا القدر ان شاء الله ولانا بقى لقاء متقطع لقاءات متقطعة حول هذا الموضوع والسلام عليكم